السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله سنتكلم عن حاجتين كده نوبتين بتحصل في اول الضايت نوبة الجوع خلاص المستبرة اللي بتحصل وبتدأ سببها انك انت حضرتك مقلل حاجتين خضرة ودهون صحية خلاص ودي لازم انت في اول الضايت لازم بتاخد نوبة الجوع تيت لازم تفاديها كويس جدا وتتعايش معها مع اي نظام انك انت داخل فيه منقفض الكاربوهيدريتس حضرتك لازم انك انت حيقابلك حاجتين نوبة جوع مستمرة وديك لازم تفاديها بغدار مع دهون صحية ان تاكل مثلا طبق كابوتش على جاركين على كرافسة على بقدونس على معلاتين تونة وعلى معلقة زيت زتون عشان خاطر تتفادي نوبة الجوع ديك والكابوتش من الحاجات اللي فيها كاربو قليل قوي ان نقدر ناكل منها براحتنا مفيش اي مشاكل هو الحص البلدي والنوبة التانية نوبة الاشتياق للحاجة الحلوة والدية اللي هي بتحتاج منك ارادة قوية كدا عشان تتفاديها كويس جدا لانك انت بتبقى شبعان في النظام بس هي بيجي لك نوبة كدا النوبة دي برضو هتتلاشاها ازاي انك انت برضو تهتم بالخضرة رقم واحد اللي هي فيها مليانة بوتاسيوم الجرجيل والكرافس والبقدونس وانك انت طبعا تقوي ارادتك وان لم لا تقدر على هذه النوبة من الجوع مش قادر فانت تاخدها في صورة لوز او فول سوداني او تاخد مثلا شوية عين جمل لا يذكر معها كوباية شاي وتحليها بسكر ضايت نخلي بالنا من سكر ضايت من الفريتش فيه عشان خاطر بس كتره ممكن يسبتينا الوزن وربنا وفقكم